أهلاً مشاهدي الكرام ومرحباً بالجميع دائماً في إطار ضيف أنفاس بريس معنا اليوم ضيفة كريمة لأستداء نسرين رودان أهلاً وسهلاً ومرحباً بك أستداء رودان أهلاً شكراً على الاستضافة الكريمة مشاهدي الكرام اليوم سنناقش موضوع أهم بمكان سنناقش موضوع نتائج الانتخابات المهنية لتشكيل نقباء ومجالي السهيئات المحامين الجميع أبدأ أسفه من غياب أو ضعف أو هزالة سمتيلية العنصر النسوي دائماً في إطار المحاميات معنا الأستداء نسرين رودان اللي هي عضو في المجلس المتهية الصلاحية والآن كنت المرأة الوحيدة ضمن هذا المجلس أولاً نريد أن نعرفه أن هذه الولاية أنت كعضو وحيد من المحامية كيف اجدازت هذه الولاية؟ أنا تجربة ديالي شخصية في هذه الولاية اللي انطلقت في يناير 2018 وإن شاء الله غادت سالي في 31 دجنبر 2020 كانت تجربة جميلة جداً ليس فقط على المستوى المهني ولكن أيضاً على المستوى الشخصي لأنني تعلمت فيها الأشياء الكثيرة سواء شخصياً أو مهنياً فهذه الولاية كانت تجربة ممتازة لأنه الحمد لله لا سيد النقيب ولا أعداء المجلس ولا أعداء الجمعية العمومية دائماً نحسوني بالتواجد ديالهم إلى جانبي وإلى المساندة ديالي في جميع الاقتراحات اللي كنت تنقوم بها ولا الأنشطة اللي سنحاول ننضمها مع الجمعية العمومية مع السيد النقيب ومع أعداء المجلس إذن كانت واحدة تجربة اللي هي شكلت واحدة نقلة نوعية في حياتي المهنية بحيث أنه اليوم المنظور ديالي الممارسة المهنية ديالنا تغير ما بقى شيء نفس المنظور اللي كان عندي في 2017 والواعي ديالي بتحديات وليجب أن نرفعها في الممارسة المهنية ديالنا تغير إذن أنا عموماً جد سعيدة بهالتجربة وجد فخورة بها وتنشكر الزميلات ديالي والزملاء ديالي اللي منحون اتقاد ديالهم في 2018 واللي أيضاً صوتوا علي في الانتخابات المهنية اللي اللي هجرات الجمعة الفارطة للآسف ما حالفنيش الحظ باش أنني نلتقاتهم لولاية جديدة ولكن والتمثيلية الجديدة للمجلس هي أثفرزة واحد المجلس اللي هو متجانس ومن هاد المنبر تنتمنى أولاً تنهن سيد نقيب العزيز الطهر موافق وأعضاء المجلس اللي نالوا باتيقة الجمعية العمومية وتنتمنى لهم من قلبي حظ موفق وسعيد بأنهم إن شاء الله الولاية ديالهم 2021 2021-2023 تكون ولاية ناجحة بجميع المقاييس وإن شاء الله نشوفوا فيها التلاحم ديال المؤسسة النقيب والمجلس مع الجمعية العمومية باش تكون إن شاء الله المهنة ديالنا في أبها حلة بالنسبة لنتائج الانتخابات الحالية يعني شنو هي قراءت كلها خصوصاً في مجال ديال تمثيلية النسائية هي هاد سؤال واسأل بطبيعة الحال واجهة جداً وتي طرح نفسه بإلحاح بمناسبة كل الانتخابات لأنه تترجع النقطة المتعلقة بتمثيلية الزميلة في مجالس الهيئات وفي النقطة المتعلقة بتحملها المسؤولية مني سندروا واحد القراءة لنتائج الانتخابات اللي الله انتهت لمرات في شهر دوجنبر وهي الله انتهت الجمعة الفارطة في أغلب الهيئات أنه تلاحظوا مثلاً أنه على سعيد المغرب عندنا 17 هيئة من 17 هيئة للأسف خمسة على الهيئات لم تلن فيهم الزميلة بفرصة تمثيل حضورها في المجلس مني تنشوفوا العدد ديال تمثيلية ديال الزميلات وحضورهن في المجلس تلقوا أن أفضل أكبر عدد حضور الزميلات هو مثلاً في هيئة الرباط اللي فيها أربعة زميلات ولكن طبيعة الحال هذه التمثيلية لا ترقوا المستوى اللي تنأمله ولكن ما نكونوا شيء عدميين مثلاً لأخذنا المثال ديال الضربضة في الولاية 2018-2020 كانت زميلة وحدة بينما إن شاء الله في الولاية 2021-2023 غادي يكونوا زميلتين قاديرتين اللي هما هي الأستاذة خديجة بن داود اللي أولاً تستمثلك من الخبرة والتجربة ما يؤهلها مستقبلاً إن شاء الله لتحمل مسؤولية ناقب إضافة إلى زميلة كوتر جلال التي هي طاقة واعدة ذات تكوين عصري وتملك من المؤهلات العلمية ما يمكنها إن شاء الله أن تكون واحدة إضافة نوعية في هذا المجلس اللي هو مجلس شاب مجلس متجانس بقيادة نقيب حكيم أنا كانت تكلموا على تقريباً عندنا أربعة ديال المحاميات في هيئة الرباط بأتبارها الأولى التي تتقدم ولكن بالمقابل عندنا واحد ستة أو خمسة ديالهيئات التي عندهم تمثل النساء صفر ألا يحزوا في النفس هذا الأمر هذا ملك اللقاء ومجلس كل رجال مئة في المئة هو بطبيعة الحال بطبيعة الحال هذه نقطة للأسف تنتأسف لها لأنه سواء كنا زميلات أو زملاء محامين أو محاميات كنا تنتفقوا على واحدة النقطة هي نقطة ضرورة تكافؤ الفرص نقطة ضرورة تنزيل المقتديات الدستورية المتعلقة بالمناسفة نقطة ضرورة إعمال الاتفاقيات الدولية والمواثق الدولية المعمول بها والتي وقع عليها المغرب تظن أنه سواء كنا زملاء أو زميلات كنا تنتفقوا على هذه النقطة ويبقى دائما الأمل أنه اليوم كان واحد الوعي بضرورة تمثيلية الزميلات في مناصب القرار أنها تكون تمثيلية أفضل بعدد أكبر كان هذا الوعي سواء من طرف الزميلات أو الزملاء وأنها إن شاء الله تنستبشر خير وتنظن أن القادم أفضل نعم ولكن كنت تكلموا على الوعي الحال هو أنه نحن الآن أمام فئة متنورة وفئة قانونية الحال هو أنه كين ضعف تمثيل هذا أمر واقعي في نظرك الخلال أين واجف المحامية المترشحة ما عندهش كفاءة ما عندهش واحد بروفيل مؤين أم أنه في القاعدة الانتخابية اللي كنتم شفش منحة ربما شنو هي معايير الانتخاب اللي بغينا قبل منها هو ما نقوله أنه الخلال في المحامية لأنه المحاميات أثبتنا أنه كلهن ناجحات وقويات ومكافحات وخير دليل على ذلك أنهم سيقدروا يوافقوا بين الممارسة المهنية وتسيير مكتب والمهام ديالهم الأسرية والمجتمعية يعني الزاملات لا غبارة على قدرتهن ولا شك على قدرتهن في تحمل المسؤولية ودليل على ذلك أنهم كانوا يمكنون الزاملات تبارك الله عليهم من طرز رفيع ناجحات يمثلنا المهنة خير تمثيل سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي دونك ماشي أبدا نقطة قدرة الآن باش أننا نطرق لهذه النقطة لا يمكن تطرق لها إلا بطريقة موضوعية طريقة موضوعية وعلمية بحيث أننا نقوم بوحد تحليل ووحد تسمحيس للمعطيات المتواجدة لا يمكن لنا أننا نرى فقط في إطار أنه بعد تصريحات زميلة أو زميل لا يساند زميلة أبدا نظن أنها دفع غير مجدي وخاصة أنه لا أساس له من الصحة تنظن أنه خاصة نشوفه ما هي ما كان من الضعف أو الخلل كما قلت بطريقة موضوعية وعلمية وهناك من يظن أنه يقول أنه ربما مكمن الخلل هو أنه ضرورة إعمال الكوطة كما أنه ستلقى وحد طيار آخر تقول لك أنها الكوطة ما هي إلا تكريس للريع وأنها ما تحترمش لمعايير دي الكفاءة هناك من يقول أنه يجب أن يكون هناك تغييرات شريعية باش أننا تساعدناها تغيير تشريعي على إحداث هذه النقلة أو هذه الطفرة النوعية في الممكن نقول لك أنه مني تنشوفوا التجربة المقارنة تجربة المقارنة تلاحظوا أن الزميلات تمكننا من تحمل المسؤولية عن جدارة واستحاق مش فقط على مستوى العضوية ولكن أيضا على مستوى تحمل مسؤولية نقيب تنشوفوا في هذا السياق تجربة دي الهيئة باريز أو هيئة برشلونة وما يمكن لنا فقط نقول أنهم تجارب في الدول المتقدمة هناك دول عربية أيضا التي تمت الزميلة فيها تحملت مسؤولية النقيب مثلا دولة البحرين يعني النقطة على الكفاءة هي نقطة محسومة تنظر أنه فقط يجب الوعي أكثر بضرورة حضور الزميلة يجب أيضا ربما أنه تكون مجهودات في ميدان في عقلانات ممارسة العملية الانتخابية ولكن أنا يتنكد وركز على أنهن زميلات لهن من الكفاءة والخبرة ما يمكنهن لتحمل المسؤولية ليس فقط على مستوى العضوية ولكن أيضا على مستوى أنهم يكونوا يتحملوا مسؤولية نقيب غير هوية وخير ذلك أيضا على ذلك أنهم نتنشي ونشوفوا العملية الانتخابية تلقوا أن الزميلات حاضرات في الحملة الانتخابية ويساندنا الزملاء في العملية الانتخابية ويساندنا الزميلات وعندما كانت هذه المساندة تبقى بين قوسهم لأنه لم يساندة في الحملة الانتخابية شيء ولكن في صندق الاقتراع شيء آخر الحال هو أنه منطرق أن تحب أن تذهب دائما في تجاه العلمي الرقمي ثم معطيات دقيقة عندنا تقريبا ما يقال بحد ثلث دي المحامين محامية في الهيئة الدربدة هذا العدد في ما يطلع نقيبة ما يطلع فقط غير عضو يعني واش ممكن قوله بأنه اللي يظلم المرأة هي زميلتها أتنظر أن كلمة ظلم هي كلمة قوية جدا وربما وربما هي مشحفة أولا عملية التصويت هي عملية فردية تقوم فيها الفرد سواء كان زميل أو زميلة بالتعبير عن قناعاته بكل حرية واريحية وديمقراطية وثق نعاته يعني ما يمكنش لنا نجزمه أن زميل صوت على زميلة أو زميلة صوتت على زميل أو العكس ثانيا مدام قلت على طريقة علمية أنه ما يمكنش لنا نقوله اليوم أنه الزميلات ما سيصوتش على الزميلات هذا دفع أرفضه جملة وتفصيلا لأنه صحيح أنه اليوم مثلا في هيئة الضربطة أبنى 1728 زميلة ولكن ما يمكنش لنا نقوله أن هذا 1728 زميلة ما طلعتش زميلة أو ما طلعتش زميل لسبب بسيط هو أننا ما قمناش بتحليل المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية ما عرفناش عدد الزملاء أو الزميلات الحاضرات في العملية الانتخابية ما عرفناش الشريحة أو العمر المهني ديال كل زميل أو زميلة ما عرفناش توجهة ديالهم إذن أنا اللي ربما بش أننا نقاش ديالنا يكون نقاش بالناء أنه كان واحد مقترح أنه ممكن نقوم باستطلاعات رأي ممكن نقوم بتحليل موضوعي وعلمي لهذه الإحصائيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بش أننا نتكون عندنا واحد البداية ديالنتائج ومعطيات اللي هي يا علمية ممكن أننا نبنيو عليها أما هذه النقطة ديال الظلم وهذا نظن أنه ما هو إلا نقاش يتم تداوله خلال فترات الانتخابات وهو نقاش غير بناء يعني في نظرك ما الذي لا يقنع الآخر أنه يصوت المرأة المحامية ما الذي يصوت لها؟ هذا هو المقصود لك تكلميلي أنه تكون واحد تحليل ديال معطيات ديال القاعدة الانتخابية أم ماذا؟ تكون تحليل ديال معطيات ديال القاعدة الانتخابية تكون أيضا تحسيس تكون أيضا نقاش اللي هو يمفتوح ولكن غير هو مثلا باش نمشيه بفضل الإطار العلمي مني تنجي ونشوفه مثلا هيئة الضربدة اليوم إن شاء الله الولايات القادمة ستكون عندنا عضوتين على 22 عضو جوج ديال العضوات كافي في نظرك؟ سنعرجع عندك سيكون عندنا جوج نكمل الفكرة لي جوج على 22 ولكن مني تنجي ونشوفها جوج على 22 مني تنشوف العدد ديال المترشحين أنه في هيئة الضربدة كانت تنفق من 121 مترشح من هذا 121 مترشح 14 كانوا زميلات إذا لم ندروا هذه العلاقة التناسبية سنظنوا أنه ربما من ناحية العلمية ومن ناحية الإحصائية كانت واحدة تمتيلية اللي هي مشرفة بطبيعة الحال نحن نطمع أنه تكون تمتيلية وحضور أكثر يعني هذا الشيء نبغي أنه يكون نضال نضال الذي نقدر نأكد لك أن الزميلات والزملاء واعين به اليوم كثير من فيما قبل وتنظن أنه كما قتل قبل أنه المستقبل إن شاء الله سيكون أفضل لأنه الوعي من أجل الحضور كبر اليوم سواء بالنسبة للزميلات أو الزملاء وربما تلعدد المترشحين إن شاء الله في التحقاقات القادمة سيكون كبر مما سوف يؤدي محل لا محل أنه الحضور ديال الزميلات يكون أكبر بالنسبة للقوطة قلت أنه طوحف نقاش والتي فيها تحفظ هناك كما قلت لك بالنسبة للقوطة هناك توجهات هناك توجه الذي ينادي بل يطالب بالضرورة تنزيلها وأنه كما تم سواء بالنسبة للمجالس الإقليمية أو الجامعات أو غيرها بحيث أنه تم تنزيل مبدأ القوطة أنه يتم تنزيلها بالنسبة لمهنة المحامد ولكن كما قلت لك كنت جاء آخر تقول لك أنه الكوطة هي تكريس للريع وأنها لا تحتار لم يبدأ الكفاءة أنا اللي ممكن نقول لك بصفة شخصية أنه في العملية الانتخابية يجب أننا نحتار من واحد المعايير اللي هي موضوعية اللي تنخذ فيها بعين الاعتبار الكفاءة النزاهة الأخلاق العالية والقدرة على تحمل المسؤولية لأن أولا فتقدنا هذه المعايير لا يمكن لنا أن نرفعوا التحديات المستقبلية كثيرا آخر سؤال بالإضافة لكوطة كان مقترح آخر وهو اللائحة ما يمكن أن نتكلم عن تعديل القانون المهنة؟ أنه لا يبقى ترشوح الفردي بقدر أن تكون لائحة التي تضم فيها أيضا نسبة معينة للنساء وهذا يمكن أن يجمع لنا أولا سنضم لنا العملية الانتخاب المحامد ويعطنا برنامي مجموعيا لا يبقى كل فرد لديه مجموعة فيها هذا المقترح هو مقترح الذي صارت عليه مجموعة من القوانين المقارنة وفي هذا الإطار تنشير القانون المقارنة للدولة الفرنسية وفي هذا المبدأ أنه الآن يكون مجموعة يعني أنه من نساء ترشح زميل ضروري أنه تكون إلى جانبه زميلة وهذا التعديل القانوني الذي كان في فرنسا هو الذي أدى أنه اليوم كان واحد تراكمات مثلا في التجربة الفرنسية أنه مرتلت عن النقيبات بل أكثر من ذلك أنه في التجربة الفرنسية رئيسة المجلس الوطني للهيئات هي رئيسة وأبلت البلاء الحالسن وهو الولاية ديالها الآن ستنتهي إذن هذه من المقترحات اللي هي واردة واللي هي يواجهها باش أننا نتمكنوا من إحداث هاد هاد النقلة لأنه تنظن أن أي حاجة في الحياة هي نتيجة أولا النضال وكفاح ولكن أيضا وعي مجتمعي تنظن أنه الاستحقاقات الانتخابية اللي مرت في 2017 ولا اللي مرت اليوم في 2020 تتأدي الوحد النضج ديال الوعي ديالنا بضرورة الحضور ديال الزميلة في المجالي ضرورة تحملها المسؤولية تنظن أن نقطة الكفاءة هي نقطة محسومة ولا مجال للحديث عليها تبقى الآن أننا كنا المرسل عمليا الانتخابيه ونصوصه وفق القناعات ديالنا باحترام المعايير اللي شرط لها قبل هي معايير موضوعية تتعلق بالكفاءة الأخلاق العالية النزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية وتكله من أجل من أجل مستقبلين إن شاء الله مشرك أستاذ نسينا رودان شكرا جزيلا لك على الاستضافة دائما في مكتبك هنا مشاهدين الكرام كنتم معنا في هذا اللقاء كان مع الأستاذ نسينا رودان تحدثنا عن التمثيل النسائية شكرا وإلى برنامج آخر إلى اللقاء